أبناء الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بود لمادة اللغة العربية لطلبة الصف السادس عنوان درسنا الأطفال والهواتف المحمولة الجزء الأول لنتعرف على أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس عن يقرأ النص قراءة صامتة للتوصل إلى المعنى العام من النص يقرأ الفقرة الأولى من النص قراءة جهرية سليمة ومعبرة يفسر المفردات الجديدة تفسيرا صحيحا يستنتج الفقرة الرئيسة والتفاصيل استنتاجا سليما والآن أيها الأبطال ماذا تشاهدون في الصورة الأولى؟ نعم نشاهد طفلا يلعب بالهاتف بينما نشاهد في الصورة الثانية طفلين يسجلان نتائج التجربة أحسنتم والسؤال لماذا جاءت الصورة الأولى باللون الأسود؟ بينما جاءت الصورة الثانية بألوان زاهية مبهجة؟ أترك لكم الإجابة من خلال درسنا موضوعنا اليوم أيها الأبطال حول الصورة الأولى القضية التي أثارت المتخصصين والخبراء فتعالوا بنا لنقرأ هذا الدرس والآن أيها الأبطال أوقفوا العرضة لخمس دقائق وافتحوا مصدر التعلم على الصفحة السابعة والتسعين لقراءة النص قراءة صامتة من أجل استنتاج الفكرة العامة للنص والإجابة عن أسئلة القراءة الصامتة السؤال يقول لماذا تعد الهواتف المحمولة من أهم التقنيات الحديثة؟ نعم للدور الكبير الذي تلعبه في حياة الناس فقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة أحسنتم السؤال الثاني يقول اذكر اثنتين من الإيجابيات التي ذكرها الكاتب لاستخدام الأطفال الهواتف المحمولة نعم هناك الكثير منها على سبيل المثال يسرت سبل اتصال الطفل بذويه وأيضا تساعده على تنمية مواهبه أحسنتم بارك الله فيكم ولكن الآن السؤال ما الفكرة العامة للنص أحسنتم استخدام الأطفال الهواتف المحمولة له سلبيات علينا أن نتجنبها وإيجابيات علينا أن نستفيد منها والآن أيها الأبطال لنحسن الإصغاء إلى قراءة هذه الفكرة الأطفال والهواتف المحمولة لا خلافة في أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكنولوجيا لما لها من أثر واضح في كل مجالات الحياة والهواتف المحمولة وتطبيقاتها واحدة من أهم المظاهر التكنولوجية في هذا العصر وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في حياة الناس فقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة بل إن هناك 23% من الأشخاص يعدون الهواتف المحمولة جزءا أساسيا من حياتهم لا يستطيعون الاستغناء عنه ولهذا انتشرت هذه الأجهزة بشكل لافت للنظر وزادت المدة التي يمضيها الناس في استخدامها أبناء الطلبة هناك بعض الكلمات التي يصعب علينا نطقها ولذلك نلجأ إلى التقطيع الصوتي ليسهل علينا عملية النطق فمثلا هناك كلمة التكنولوجيا عندما نريد أن نقراها نلجأ إلى التقطيع الصوتي ليسهل علينا النطق هل هناك كلمات أخرى تجدون صعوبة في نطقها حاولوا تقطيع هذه الكلمات صوتي ليسهل عليكم عملية النطق بارك الله فيكم والآن أبناء تعالوا بنا لنتعرف كيف ننطق الهاء والتاء في نهاية الكلمة فكلمة الترفيه عندما نقف عليها نستطيع نستطيع التمييز بين الهاء والتاء فنقول الترفيه وعندما نحركها نقول الترفيه فالهاء بقيت هاء بينما كلمة المعرفة فعند الوقف عليها نقول المعرفة وعند وضع الحركة نقول المعرفة إذن استطعنا أن نميز بين الهاء والتاء المربوطة في نهاية الكلمة وأيضا نستطيع التمييز بين الهاء والتاء بطريقة أخرى وذلك في الوصل فنقول تلعبه في تلعبه في نلاحظ هاء بينما في وسيلة للتواصل لاحظوا عند الوصل نطقنا وسيلة التاء نطقناها تاء وفي تلعبه في نطقناها هاء والآن أيها الأبطال هل هناك كلمات أخرى في هذه الفقرة حاولوا استخراجها بأنفسكم ومحاولة نطقها والآن أبنائي هناك بعض الكلمات الجديدة التي يجب علينا أن نعرف معنيها لنستطيع فهم الفقرة نعم كلمة مجالات وأيضا تطبيقاتها بالإضافة إلى يعدون وأيضا لافت للنظر وكلمة يمضيها أيها الأبطال ما معنى كلمة مجالات نعم ميادين الحياة أحسنتم وتطبيقاتها رائع برامجها يعدون نعم أسمعكم تقولون يعتبرون رائع وبشكل لافت للنظر أحسنتم بشكل واضح بينما كلمة يمضيها نعم يقضيها رائع بارك الله فيكم والآن أبنائي لنناقش معا الفقرة من خلال إجابة عن الأسئلة الآتية ماذا يسمى العصر الذي نعيش فيه نعم إنه عصر التكنولوجيا وماذا نعني بالتكنولوجيا أحسنتم إنها التطبيقات العملية للعلوم المختلفة رائع وأيضا ما أهم مظاهر التكنولوجيا في هذا العصر أحسنتم الهواتف المحمولة وتطبيقاتها ولماذا تعد الهواتف المحمولة وتطبيقاتها من أهم مظاهر التكنولوجيا أحسنتم للدور الكبير الذي تلعبه في حياة الناس فقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفي رائع والآن أبنائي ما هو دور الهواتف المحمولة وتطبيقاتها في حياتنا نعم وسيلة للتواصل وأيضا للترفيه بالإضافة إلى المعرفة وكيف يتحقق التواصل نعم بتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس والترفيه رائع يكون بالتسلية وملء وقت الفراغ وأما المعرفة فتكون من خلال التزود بالعلوم المختلفة فالتواصل والترفيه والمعرفة من فوائد الهواتف المحمولة والآن أبنائي كيف أكد الكاتب على أهمية ودور الهواتف المحمولة في حياتنا وما الوسيلة التي استخدمها لإقناعنا نعم فكروا قليلا أحسنتم بالاعتماد على الأحصائيات عندما قال إن هناك 23% من الأشخاص يعدون الهواتف المحمولة جزءا أساسيا من حياتهم لا يستطيعون الاستغناء عنه ولهذا انتشرت هذه الأجهزة بشكل لافت للنظر وزادت المدة التي يمضيها الناس في استخدامها بارك الله فيكم أبنائي بعد هذه القراءة والتحليل للفقرة التي قمنا بقراءتها ما الفقرة الرئيسة للفقرة المقروعة نعم أسمعكم تقولون توضيح أثر التكنولوجيا والهواتف المحمولة في حياتنا المعاصرة والآن أبنائي افتحوا مصدر التعلم على الصفحة 101 للإجابة عن بعض أسئلة الفهم والتحليل السؤال يقول أكمل ما يأتي ألف للهواتف المحمولة استخدامات كثيرة فهي وسيلة نعم للتواصل الاجتماعي وأيضا للترفيه والمعرفة أحسنتم ولننتقل إلى السؤال الثاني ونجيب عن جيم اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية ما غرض الكاتب في هذا النص أوقف العرض لدقيقة وحاول الإجابة عن السؤال بأنفسكم هل هو اقناع الآباء بأهمية الهواتف المحمولة للأطفال مناقشة سلبيات وإيجابيات الهواتف المحمولة للأطفال تقديم توجيهات للأطفال بكيفية استخدام الهواتف المحمولة تفسير أسباب إقبال الأطفال على استخدام الهواتف المحمولة نعم أحسنتم مناقشة سلبياتي وإيجابيات الهواتف المحمولة للأطفال والآن أبنائي ما القضية التي كانت موضوع النقاش وسنتعرف عليها في الجزء الثاني نعم أثر استخدام الهاتف المحمول في حياتنا وخاصة أثره على الأطفال أبنائي ماذا تعلمنا اليوم؟ نعم عرفنا المعنى العام للنص من خلال القراءة الصامتة وأيضا قمنا بالقراءة الجهرية لجزء من النص واستنتجنا الفكرة الرئيسة للفقرة المقروعة بالإضافة إلى أننا قمنا بتفسير معاني بعض المفردات من خلال السياق نشكركم على حسن الإصغاء وإلى اللقاء في الجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته